السلام عليكم أحبائي ولو سهلا بكم بلقاء جديد والحديث الدردش اليومية يعني أعدتنا اليومية المعتادة ما كان ينزل أخبار يا جماعة بعدين نزل الأخبار تقريبا فرد مرة كان معنا بقايا من مبارح واليوم سنكمل برشلوني يبدو بأنه انسينا نذكر بأنه ضمن سباق ميجال مورينو من ريال سوسداد لكن ميرور بتتكلم عن مدى الصعوبة وسبب بصعب هذه الصفقة على نادي بلاوغرانا برشلونة ايفان توني المهاجم اللي المفروض يكون مطلوب من كذا الأندية شو وضعيته ولوين وصل لحد الآن مع نادي براينتفورد اللي هو ناديه فيكتور اسمين وباريس انجرمان معنا شوية تحديثات وشوية كلام كذلك شو بخصوص مانشستر رونيتد واهتمامه بنصير مزراوي وايضا كوبو الى ليفر بول بوم انفجر الخبر من ريال سوسداد وسيكثر الشرط الجزائي ستين مليون يورو ايضا نتكلم عن هذا الموضوع لكن بدو مطول عليك نتما تعودنا اذا اول مرة بتشفتنا على يوتيوب اشترك وفعل زر اشعارات على كل حتى يوصل لك اشعار بكل فيديو جديد منزل على القناة وتفضلوا مع بعض مبلش اولا باول طبعا معنا المزيد من التفاصيل حتى تكونوا بالصورة احبائي تنويه ضروري جدا رجاء لحد يتخطي النقطة اذا بتلاحظوا الناس اللي بتابعني على فيسبوك وكذلك على يوتيوب على فيسبوك فيه تناقص رهيب جدا بعدد المتابعين يعني كنا 31500 صرنا 31000 29000 28000 مبارح اليوم 27000 وربما الريثة ما ينزل فيديو بيكون 26 على يوتيوب نحن اذا بتلاحظوا مجمد القناة تقريبا صرنا زمان نحن 24000 فقط شو السبب؟ السبب انه من لما تكلمنا عن قضيتنا للأسف كل من نزل بوستات عن هذا الموضوع او تكلم لانه اللي تكون بالصورة في خوارزميات يوتيوب تعمل مثل التقاط لكل الكلام اللي بتعمله فهو بينزل على شكل احيانا ترجمة لو بتفعل الترجمة فبيظهر كلام اللي انا بحكيه الآن فيوتيوب بيعرف شو عم احكي مشان تكونوا بالصورة يعني في ناس تحكي لك ليش وكذا لا يوتيوب بيعرف شو عم تحكي انت فتم تقييد كل هاي الامور لهيك ما بدنا يا اخي دعم على فيس المهم على يوتيوب يا جماعة هل في حل حتى تكبر القناة حرفيا ما بيعنا غير حل واحد هو تكتر الشيرات والتعليقات ضروري جدا جدا الشير يا جماعة انت حضرتك المتابعة لو تعرف شو معنا انك تشير الفيديو مع حدا يا الهي شو بتفرق هاي عميت لايك يا جماعة بمعنى الكلمة واللايكات يا سيدي زيادة الخير خيرين والكرم ولا يطلبوا من اهله اسف على الايطالي كانت كلام ضروري سامحوني لكن خلينا مبلش مباشرة مع كيفين دي بروينا الى نادي الاتحاد السعودي المصدر السعودية كانت تؤكد البارحة بان الصبقة تمت يعني وحكنا لكم انه ما بغير فابريز ارمونو بأكد بانه لا لا يوجد شيء يوجد اهتمام لكن لا يوجد شيء ابدا لا يوجد لا حسم ولا ملفات شخصية ولا كذا ولا نهائيا اليوم بيخرج بيب غارديولا وبينهي الامر نهائيا بالمؤتمر الصحفي كيفين دي بروين لا انه باقي معنا انتهى الخبر احباء الجرام كيفين دي بروين مستمر معنا سكاي بلوز واصلا لو تفكر فيها منطقيا الصفقة عن جد تقيل كثير على منشستر ستيتي فيما لو خسروا هذا اللاعب بكلام هاني لكن ماذا بخصوص الحارس ادريس اه الان العملية كل ما لعبت صعب اكتر واكتر بين الاتحاد وكذلك بين الحارس ادريس مو الحارس بتفقين على الشروط الشخصية بينهم وبين مانشستر ستي ليش السدي مصرع على خمسين الى ستين مليون يورو سعر اللاعب وما بده يبيع اذا ما حصل هذا الشيء الاتحاد شايف الموضوع صعب ولا زال هناك جاب مثل ما وصف فابريز ارمونو بيناتهم على مستوى الاتفاق فلا لهذا ذلك في نقل بانه الصفقة معلقة حتى الان ممكن يتغير رئيشة ريثة ما ينزل هذا الفيديو لانه المركاتو هطلوتو اسمه المتوسيد وغر Seven Circle ، لكن اللح هو الاعلان. لكن هذا هو الوضع الى الى الان. الستي بالنسبه الى ماذا يفكر ؟ لا احكي لكم الستي يقول لك أنا عندي هارسين افضل من بعض. يعني قد لو قام إيدرسون أنه لدي أرتيجيا فانا ما عندي مشكلة يعني الناس اللزield Suzuki того اذا سيقول لك اذا لدي الفكرة أير Genau huhler Sep Ho amerはолius Rossio & O unfortunate pens management his favorite landed right here. في اورتيغا. ما عنده اي مشكلة نهاية. فاللي بده ايدرسون اللي بده الغالية. يتأقل مهرة. يعني مهرة من الاخر مهرة غالية هي. هيك هيك بفكر مانشستر سيتي حاليا. اللي بده يا يدفع خمسين لستين مليون يورو. هيك بفكر وإلا خلي معي وما لمضطر نهائيا. هاي هي التحديثات بخصوص آآ مانشستر سيتي. اما ازامرول عند الخبر اللي اكل السوق كتير مبارح يعني عاموه مستوى آآ ليفربول ونحن هيكسر عقد تاكي فوسو كوبو. هي كان اسمه تقريبا من ريال سوسيلاد وطبعا نصف بطاقته على فكرة آآ او نصف مبيعه لاحقا بيرجع على ريال مدري تقتيبا خمسوعة آآ آآ قريب الخمسين بالمية من قيمة اللاعب. الان انا لما اتكلمت عن هذا الخبر مبارئ احباء الكرام لسبب واحد بصراحة. هلأ انت لما يكون عندك كتير تكرار عمل بسوق الانتقالات بتعرف هذا الشيء. انه هذا الخبر غير منطقي. ما بدي زعل الجماهير ليفربول لكن ليفربول ما بيتحرك بيكسر شرط لعبهك فجأة وكذا من هذا الكلام. بكل امانة يعني ما قالوا سوابق الا ما قل يعني. فستين مليون يورو فجأة ودجة وحدة ليفربول هيك بيحسبها يا جماعة. ما عم بحكي كاسم ليفربول. ادارة هيك بتحسبها هيك. هيك. يروح تقول لك ستين مليون يورو? لا يا جماعة. بصراحة الموضوع تقيل. فما خرط مشتي الموضوع. بكل امانة. فبيخرج عنا اليوم فابريزا روما بيأكد لا يوجد اي شيء ابدا. نعم ادارة تقدر تاكي فوسو كوبو. وانه اه على مستوى لعبين الجناح جيد جدا بكل تأكيد. لكن لا يوجد لدي اي معلومات حتى الان بخصوصي هذا الامر لا يوجد شيء بحسب ما اعلم. طبعا احبائي منذكر لما نقول لا يوجد شيء حتى الان. يعني اذا ربما بعد ساعة يحصل شيء. نحن نحكي لحد الان لا لا يوجد شيء. اما والله تحرك وسيكسر وانتهت. يا جماعة طولوا بالكم و هيك بصير ساقل الانتقالات. لا يوجد اي شيء لحد الان. والصفقة لحد الان غير منطقية بكل امانة. وجهة نظر الشخصية. ما بعرف ان ارأكم بالتعليقات. اسف على خيبة خيبة الامل يعني. لكن انا ما بعرف ساير نهائيا. وشو احكي لكم والله لازم يعمل كذا. خلاص. انا فقط تحاول انقل لكم الموضوع متل ما هو. لكن هل كوبو جيد على مستوى بكل امانة ممكن يتطور اكتر اكتر بدنيا اللاعب وياخد لفل واو وبوم يعني بهاي الحالة. وبوقت على فكرة ريال مدريد بيستفيد من العملية. مو بس ريال سلسداد لانه له حصة نسبة معينة. ممكن توصل لخمسة وعشرين الى تلاتين مليون يورو تقريبا من هاي العملية فيما لو تمت. لكن لحد الان بحسب فبريزورمانو لا يوجد اي شيء نهائيا. اما ازام رولا عند اولمبيك مارسيليا. حابب احكي عنه هذا النادي. انا ما بالسوق مع دي زيربي. عقد ماسون صفقة جرينوود. اه الان شغال اي عقد صفقة اويبرغ مثلا بنعرف كذلك. والان بيشتغل على صفقة المهاجم اللي هو غالبا هيكون انكيتيا من ارسنال. وواضح انه خلاص هذا هو هدفهم بهذا الميركاتو. طبعا مهاجم اكتر من رائع. ممكن يطلع معه اكتر من اللي عم يطلع حاليا معه مع ارسنال. لما ينتقل ويلعب تحت قيادة دي زيربي. طبعا فابريزو رومانا باكتر بانه ارسل اولمبيك مارسيليا عرض اولي لارسنال. وسوف تستمر المفاوضات. وواضح انهم واثقون من القيام بهذه الصفقة. اما لو نشوف اكريم كونور مثلا اكريم كونور بحكي لك اثقوا اولمبيك مارسيليا من قدرته على حسم هذه الصفقة. وهم واثقون بانهم خلال هذا الاسبوع سوف تكون حسمة لاجلها. منزل صورة اللاعب انكيتيا بقميص اولمبيك مارسيليا. اذا واضح انه دي زيربي ناوي انه يعمل شغل جبار على مستوى. هذا الموسم تقريبا على مستوى الدور الفرنسي. لكن خلونا نشوف شو بصير معه اول باول ونمشي معه ستيب باي ستيب. لكن في صفقة تقريبا حسمة. تقريبا. اذا بتلاحظه قبل دقيقة كان في وقفة بالفيديو. ليش لانت في وقفة بالفيديو احباء الكرام? لانه في خبر نزل وانا بصور. والناس اللي تابعني على فيسبوك لما نزلت خبر ارتيم دوفيك. فانا وقفت لانه اجاني اشعار بخصوص هذا الموضوع. فتح بحثت انه واضح انه ارتيم دوفيك الى اتاتيكو مدريد. فبريزا رومانو كذلك بيأكد هذا الشيء الان بلاحظ. وبيكتب انه اتاتيكو مدريد الان يقترب من صفقة التعاقد مع ارتيم دوفيك من نادي جيرونا. يتم فرز التفاصيل النهائية على هيكلة الدفع. لتتوافق مع الارمعين مليون يورو اللي هي الشرط الجزائي. لقد وافق دوفيك بالفعل على الشروط الشخصية. يعني هنا ما هيكسروا شرطه الجزائي. هنا هيشتروا الشراء ويدفعوا المبلغ على دفعات. لانه الشرط الجزائي بندفع دفعة واحدة. ما بنا نفوتكم كثير بالمواضيع. ها نحن ذا هيروي جو سونا. هيروي جو قريبا بإذن الله. تعال مبروك للرخي بلانكوس. صفقة اكثر من رائع بكل اماني ارتيم دوبيك. يا الهي لاعب اكثر مهاجم سفاح بمعنى الكلمة. سنرى جيروني كيف سيتحرك بسوق الانتقالات. خسر سافيو. طبعا هو ما نلاعبه سافيو. هو كان اعارة. وخلاص ذهب الى رجع على تروة وتروة باعه لمنشستر سيتي. الان خسر ارتيم دوبيك. فهو خسر كل قوده الهجومية. كل ياتا قوده الهجومية خسره تماما مية بالمية. ومنسا انه خسر لاعب ايضا على مستوى خط الوسط لابير ليفركوزن. ما عم يستحضرني اسمه. سامحوني مع انه كنا نتكلم عنه بشكل دائم يعني. اما زمرول عند مانشستر يونايتد. ومشوفش وضعية بروني فرنانديز. هل فعلا انه كان باريس جيرمان بيتباحث مع مانشستر رونيتد لشيرائي بروني فرنانديز. فانا كمان ما نقلت الخبر ما كنت اخذه على محمل الجد بكل امانة. فبريس زرومانو يحكي لك افهم ان باريس لا يعمل حاليا على صفقة بروني فرنانديز ايضا لا يوجد اي شيء احبا. يعني في اخبار تخرج ما في اي شيء يعني هي مجرد اخبار. لكن اذا بقي بروني فرنانديز هذا الصيف في اليونايتد فسوف يقدم له عقد جديد من مانشستر يونايتد. اذا وطبعا ايركتن هاك بيقدر بروني فرنانديز قلو. يعني انت اذا اخسرت بروني مين سيلعب بداله يا جماعة. شو بروني? بروني كقيمة فنية ما فيه هو رمبر وان بمانشستر يونايتد يا جماعة. نقطة من اول السطر. خلصنا يعني. هذا اللي بتبني حواليه فريق. بروني فرنانديز لما بيحمل مسئولية بيعرف كيف يكون قائد. بروني فرنانديز ما في غنى عن ابدا بالشياطين الحمر. هي وجهة نظر الشخصية على اقل تقدير لهذا الوقت. عشان ما يجي واحد بعد سنتين لو فيشد اللاعب او تراجعي حاكيمي يعني. اما بالنسبة لصفقة عني نصير مزراوي. هل ممكن يتعاقد معه مانشستر يونايتد? هذا الشيء غالبا نعم. منين بيجينا الكلام? من المصادر كثيرة. منها حتى فابريزيو رمح لهذا الشيء. في عنا فلوريان بلاتنبرغ. صحفي مهم جدا بسكاي سبورت. بيأكد هذا الموضوع ويحكي لك بانه نعم اروام بيساكا. شوفوا كيف الربط. مفتاحوا الصفقة المحتملة مع نصير مزراوي. نعم معناها هناك اهتمام من نصير مزراوي بالنسبة لمنشستر رونيتد. لكن لازم يرحل اروام بيساكا. مين بده اروام بيساكا يا جماعة? مول باير ولا ايكس. اللي بده ياهو ويست هام يونايتد. ويست هام يونايتد كانوا مقدمين مفاوضات كذا ورفض منشستر رونيتد كان طالب خمسة عشر مليون يورو ما دفعهم ويست هام يونايتد. الان بيقول فلوريان بلاتنبرغ انه هيخفض المطالب لعشرة مليون يورو حتى يتخلص من وان بيساكا آآ الفول باك تقريب وبيلعب كل شي ما شاء الله ما بدي اذكر مركزه هو بيلعب كل شي تقريبا. فحيطلب فيه عشرة مليون يورو فيما لو قدر يبيعه لويست هام يونايتد بعدها حيتجي مباشرة ويتعقد مع النصير مزراوي ونشوف لعبنا المغربي بيولد ترافولد بمسرح الاحلام. اتمنى له ان التمهي العملية بكل امانة حتى يضل تحت بتعيني دائما هيك بالبريمير ليج. اما زي مروا لعند برر البريمير ليجي بدرجع شوية على فرنسا لكن عن بي اس جي بارسين جرمان شو اللي حصل مع فيكتور اوسامين فيكتور اوسامين وموضوع مع نابولي الصفقة شبه تعلقت الان شفت لما انا حكي لكم انه مهما حصل مهما حصل اذا ما طلع اللاعب بالطيارة ونزل وعمل فحوصات طبية ووقع يا جماعة فيه اللاعب عمل فحوصات طبية وتوقفت صفقته اللي هو هي جراسي بتذكروا يعني. او في لعبين الغيت ما المطار ايام مالكم الى برشلونة بتذكر هذا الكلام كان راي على روما بعدين غير طيارته على برشلونة. فاحبائي مهما اكدنا حتى التم. بكتور اوسامين الان وانابولي ليش علقت. اللي حصل بكل بساطة لاحظه انه مر ثلاث ايام. وبكل تحديث انا كتقول وحتى اللي بتابع فابريزيو رمانو بيعرفوا هذا الكلام. لانه كونه بيعمل فيديوهات كتير فابريزيو. كان دائما انه سوف يعمل سوف يعمل باريس. اللي حصل انه بس ما في اخبار. اللي حصل بانه باخر 72 ساعة حصل تواصل فعلا بين باريس جرمان وبين نابولي. اللي حصل انه صدم نابولي. صدم باريس جرمان. ليش? لانه ما توقع انه عن جد نابول يطلب 120 او 130 مليون يورو. اللي هي قيمة فسخ عقده. انه انت عم تحكو جد. يعني هذا هو الموقف اللي حصل فعلا. انا بحاول وصف لكم ايها بطريقتي. انه انت عم تحكي جد. ام تحكو 120 مليون يورو. 130. فيكتور اسمينا عم تحكينا. ولا بدك تعطيني الشيماع ولاعب تاني. هيك عم نفكر باريس طبعا. فصدن باريس تراجع من الموقف نهائيا كان متوقع ان يكون في مفاوضات بارقام اقل من 100 مليون يورو. ممكن توصل لمية مليون يورو. ممكن توصل لمية. لكن عم تحكيني 120 مليون يورو. لا عدم المؤاخذة ما في مفاوضات. فهذا الموضوع صدم باريس سين جرمان. باريس سين جرمان من ناحية وكان مأكد لكل من راموس وكولام ماني وبقية المهاجمين. انه انت اولوية بالنسبة لنا على مستوى باريس سين جرمان. واكيد انت اولوية بالمشروع حتى لو اتى بالنهاية فيكتور اسمين. عرفت كيف انه انت اولوية عم يحاول يزرع الثقة قدر امكان بهذا الفريق. كامبوس طبعا مدير رياضي اكتر من رائع بكل تأكيد له سوابق احترافية قوية جدا على مستوى كرة القدم. فاللي حصل الان هذا هو اللي توقف. الان هون بدي اسألكم انا شو رأيكم بموقف نابولي. الموضوع انا اول شي كتعم احكي انه هن عاني دين كتير وما بيتفاوضوا وهذا كلام معروف يعني. هن مثل مثل توتن هام. هاي العالم ما بتتفاوض. ما فيك تحكي معه. بحكيك بتحكيها يكون عم يطلع عليك. يعني بتشعر انه عم يسبك وهو عم يحكيك يعني. هيك وجوهن عن جد. الفكرة بعدين انا فكرت طيب اوكي. يعني خلينا حكيك لاخد تشكيلة لعبين. رايس مئة وعشرة مليون باون يعني قريب مئة وعشرين مليون يورو لرعا ارسنال. تجود بلنك هام كمان تقريبا نفس المبلغ او مئة وعشرة مليون يورو نفس المبلغ تقريبا بدرول عند هاري مقواير مئة مليون. فان دايك تمانين مليون. انا هيك بحاول اعمل جولي يا جماعة. غارديو القريب تمانين تسعين مليون يورو. طب اوكي. فيكتور اسمين هاد بالنهاية. يعني هل هو ما بي سوى. هاد المبلغ. منطقيا نسبة للتضخم. انا بالنسبة لي بتعارفو نظرتي انا ما بتتغير. ادخن لعب مرة عكرة القدم ما بي سوى عشرة مليون يورو. هاي ارقام مو منطقية ميزانيات دول عم تندفع بلاعبين. لكن نحن نحكي وفقا للسوق يعني. هل هي الارقام منطقية. يعني هل هو رقم بيستاهل بصراحة بشكل عام بيستاهل. لكن انا عم حاول المس. انه هن كونهم متفقين كانوا على الخروج. فاللي بيكون متفق على الخروج اذا. يعني حيكون في مناورات. يعني في اخد ورد يا اخي. سبحان من كان مريح وريح. انه اخي خود وعطي بس متما بنحكي عنا بلهجتنا يعني. انه خود وعطي بس على الاقل. فانا لو كنت ما كان باريس اكيد هنصدم انه انا متوقع اخده رد. يعني انت خلاص فم اعلن علن اللي اعلن انه حيخرج باريس سينجرم اه فيكتر اوسمين وانا هاي حالي قليل ما تحدث بكرة القدم. لكن هنم اعلنين هذا الشيء. فطبيعي انه انصدم باريس. لكن اللاعب بسوء ارقام كبيرة. بس هذا تعليقي ما بده هيك تقل كتير بالموضوع. لكن نابولي انت حدا اعلن انه بده يخرج اللاعب. فكان لازم تاخده تاطي على الاقل. والان لن يعود الى طاولة فيكتر اوسمين على الاقل حاليا وربما يتغير اي شيء من هون لحتى المسائح احباء الكرام. الا لو كان هناك مجال للمفاوضات. لكن في عنا مهاجم تاني. اوكي. وما تصغرب انه باريس يتحرك عليه على فكرة. اه هذه اضافة من عندي انا. واللي هو ايفان توني. ايفان توني شو صار معي يا جماعة? اللي هو مهاجم برينتفورد. اللي كانت عم تتاتل عليه الدنيا كاللياتة سابقا. وبعدين دخل بقضية المراهنات. الناس بعدين خرج من القضية. والان عاد ومارس كرة القدم بشكل اكتر من ممتاز. ولا كأنه كان موقوف. يعني يا اخي لاعب. يا اخي لاعب مهاجم. هاد المهاجم اللي هيك الاجرسيف كتير. وينك انت بتكون ميت المباراة بولي عليك ياها كاللياتة. ما في احلى من هيك مهاجمين. انا هاد المهاجم اللي بحبه من الاخر. مهما كان فريقك قوي لازم يكون عندك هيك مهاجم ولو كان عندك ان شاء الله. ينزلوا ليك يحرق الملعب كله حرق. يا اخي بتشعرك. يا اخي بتشعرك بحرارة بالملعب لما ينزل سبحان الله. ايفانتوني. اللي حصل معه الآن. بحصل مصادر انجليزية. بينادي برينفورد تفضيله انه حاولوا يخرجوا ايفانتوني. لكن بوفقا للقيمة العادلة. شو يعني وفقا للقيمة العادلة. يعني شو بيقول الميركاتو. شو بيقول السوق الانتقالات. ترانسفير ماركت. شو تقييمه المالي حاليا. طبعا قيمته كانت قبل الموسم الماضي ثمانين لمئة مليون يورو تقريبا اذا بتذكروا. الان بعد الايقافة قضية المراهنات نزلت قيمته لقرابة خمسين ستين مليون يورو تقريبا. هل برينفورد حالي يبيع? نعم. ليش? لانه ما بقي غير اخر اثناشر شهر من عقده. وإلا هيخسره بشكل مجاني. فالافضل ان يحاولين باع. شو بخصوص اللاعب? اللاعب متحمس جدا لخوض تجربة جديدة. ومتأكد هو بانه سيخرج من برينفورد. هاي بحسب مصادر انجليزية قوية جدا احباء الكرام. يعني هي من محيط اللاعب لا تكونوا بالصورة. يعني المصادر هيك بتحكي. انه هي من محيط اللاعب انه اللاعب متحمس جدا حتى يخرج ويخوض تجربة جديدة. وغالبا ممكن تكون بالبريمير ليغ لكن انا من عندي اضيف ايضا ممكن تدخل باري سان جيرمان. نتذكروا هذا الاسم ايفان توني لازم. مو منطقي. انه ما تدخل على الاندي. هاي وجهة نظر الشخصية. طيب خلينا نروي لعند موضوع تاني واللي هو ميجيل مورينو. ميجيل مورينو اللي اتكلمت عنه مبارح وانا ذكرت انه اتريكو مدريد وارسونال كذلك امر على خط المفاوضات حاكين نحن لوين وصل الموضوع اوكي? اللي حصل انه انا اول شي نسيت برشلونة. انا اسف عن جد اسف اسف نسيت سقط مني الموضوع بصراحة. نسيت انه هو مهتم باللعب. لكن ما تقوي قلبك كتير يعني بموضوع برشلونة. اذا بدك رأيه الشخصي دغري يعني. هلا ليش انه ما تقوي قلبك كتير? الفكرة انه برشلونة عنده اولويات يا جماعة. في موضوع ترتيب اولويات بكل امانية. لكن كصفقة من حيث المبدأ اكيد اكيد ممتازة. حتى اهم من داني اولمو. انا بالنسب لي كاحتياج برشلونة اهم من داني اولمو. لكن ما نضرورة قصوة. بنهاية انت عندك دابل بوفيت. عندك ديونج عندك قندوقان الذي سيخرج ديونج كما حكيت لكم سابقا. وكذلك عندك بابلو قافي. بابلو قافي رائع جدا ويركب بركب مع خطر هانزفليك لازلت مصر على هذا الموضوع. قافي قافي قافي. بابلو قافي لما حيرجع ويستعد ليقته ويكون بالفورمة رهيب بمعنى الكلمة. المهم يا جماعة فالان صحيفة ميرور بتحكي لك انه اول شي اللاعب رفض التاتيكو مدريد. اذا بقي بالميدان. مين هن الاحديدان? برشلونة. كذلك ارسنال. لكن هي بتشير بانه الصق نوعا ما الصعب على اه نادي برشلونة. لماذا? لانه سيعاني من الناحية المالية على مستوى صفقة مثل هذه. لانه اللاعب اه بيحاول انه يفيد ناديه باكبر قدر ممكن من الاموال وشرط عقده. فيه شرط جزائي بيتضمن ستين مليون يورو. وهو مبلغ ما نؤليل بك الاماني. فلذلك ما حسنا تفاوض على هذا اللاعب بمبلغ اقل من هيك. اه هي وجهة نظري حتى انا بصراحة بوافق بشكل كبير. الا اذا برشل انه يضع كل تقله بهذا الموضوع. طبعا مبارح انا ذكرت انه اللاعب بعقده ستين مليون يورو. بعدين رجعت صححت في التعليقات انه لا مافي بعقده. بعدين رجعت اتأكدت لانه انا المصدر اللي كان عندي يعني اللي باخد منه هيك امور مو موجود له عقد. اه شرط جزائي يعني. طبعا ما بصير ما يكون في شرط جزائي. باسباني اجباري في شرط جزائي. فظنيت انه هو شرط جزائي قليل فكتب توضيح بالتعليقات. لا هو فعلا ظهر انه كمان ستين مليون يورو نفس مارتن زوبامندي. تقريبا عرفتوش كيف. طبعا هي الارقام ما بتكون دقيقة احبائي بيكون مثلا بجوز يكون تلاتة وستين مليون يورو. اتنين وستين مليون يورو مثلا يعني. فهاي الفكرة الان بتأكد اه صحيفة بانه برشلانة تركيزه الكامل على انيكو ويليامز من اترك بالباو وبالتالي سيكون من الصعب الدنافس بقوة ماليا على توقيع ميرينو بالنظر لظروف النادي اقتصاديا. طبعا ميرينو عمر ستا وعشرين سنة بيلعب بمركز لعب الوسط محوري الدبل بوفيت بوكس تو بوكس تحديدا احبا هو بالله ولاعب بوكس تو بوكس. عشان نكون بالصورة. وبنت يتعاقده بعام الفين في يونيو الفين وخمسة وعشرين. يعني لسه في سنة تقريبا ممكن اما يجادر عقده او يخرج حاليا من ريال وهذا غالب الظن احباء الكرام. مواضح انه بحسب ايضا تقارير انجليزية انه ارسنال حيحاول كثف المفاوضاته بخصوص ميجل مورينيا ويرجله الى لندن بالفترة القريبة القادمة. لكن انت تحطونا بالتعليقات ما بدي اكر كتير بهذا الموضوع. اه ما بدي اقول فيه الخوف او شيب خلينا نشوف كيف الامور ستمشي. يعني ما ما بدي احكي شيء نهائيا خلينا نشوف الامور كيف ستمشي. الآن خلينا نخلص من صفقة كالافيوري ونشوف برشلون واهر رح يروح بصفقة نيكو وليمز وبعد من نحكي عن بقية الصفقات لانه ما منسا انه كمان في صفقة داني اولمو على مستفى بلاو جرانا برشلونة. طبعا في محور اخير بس هيك على السريع كتبت عنه البارحة انا حابب احكي عنه واللي هو مشكلة ممكن يواجهها برشلونة. يعني وبنفس الوقت فيه منفس واللي هي مشكلة ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اللاعب اللي تقريبا راتبه هو الاعلى على مستوى بلاو جرانا برشلونة. راتبه تقريبا حاليا هو 20 مليون يورو كان بعدين 26 مليون يورو بالموسم الثاني يلي هو حاليا هيكون هذا المستقبلي وبعده هيوصل لراتبه ل32 مليون يورو تقريبا موسم الثالث مع برشلونة نعم الآن 32 مليون يورو فهو رقم كبير لان راتب ليفاندوفسكي تصاعدي تقريبا صاير مع برشلونة انه بتاخد راتب كذا السنة اللي بعد كذا السنة اللي بعد كذا فهو راتب تقيل بالنسبة لبرشلونة بكل امانة راتب ضخم غير منطقي يعني كبير كبير يعني مهما هو صفته عن جدره راتب ما بعرف هل ليفاندوفسكي في اوج عطاءه يستحق هذا المبلغ اكيد طبعا بنسبة لكل اللاعبين السبر هو بستحق هذا المبلغ اكيد قوله واحد خاصة اذا كان هذا المبلغ مع يعني مع الاضاء مع الضرائب اذا كان هذا المبلغ مع الضرائب فولا شيء ولا شيء بمعنى الكلمة يعني لكن الان هو اللاعب ما نو كبير بالعمر هو صغير مانو صغير بالعمر هو كبير افواا فانه شونجان. هذه السؤالي انا لا ما نو صغير بالعمر اللاعب بنهاية لكن بنفس سؤال صحيفة اصبت اكد بأنه لا يمكن أن يخرج أفضل ما عند هذا اللعب بموسمه الحالي لكن في ذات الوقت تشير لنقطة بأنه برشلونة إذا ما يعني مثلاً إذا ما نعب في موسمه الحالي هذا اللي هيبدأ الآن 55% من المباريات فهي حق لبرشلونة فسق عقده من طرف واحد وهذا موجود بعقده هلأ بتطلع برشلونة حسب حسب زكية بك الأماني أنه أنت راتبك حيكون عالي كثير فلاحظة إذا ما نعبت 55% من المباريات فأنا بحق لي أفسق عقدك فهنا ما يضمن برشلونة؟ أنه أنت حالياً وقت سيبدأ الموسم بهذا العمر كيف سيكون أداءك؟ هل أحد تضبط مع المدرب؟ ماذا يضعك؟ بل كما أحبك المدرب ما أبدأ يلعبك يا أخي ولو كان هنزف لك مدربك سابقاً حسناً على عيني وراسي لكن يمكن أن لا تضبط معه لا تمشي أمورك معه مثلاً عادي لا تخدم الخطة التي يلعب فيها بهذا العمر فهو بكل بساطة لا يلعبك فأنا بفسق لك عقدك وخلصت الشغلي فحسبة جيدة راتب تقيل بالنسبة على برشلونة وحسبة جيدة من ناحية إدارة برشلونة في ذات الوقت لكن منها يا أحباء الكلام كانت مجرد جبلة صحفية وأراء شخصية لا أكثر وأقل ضعونا أراكم بتعليقات بكل الأمور التي تتكلمنا عنها تتكلمنا عن كثير أمور بهذا الفيديو إذا تلاحظوا أراءكم تعليقاتكم شيراتكم لايكاتكم نراكم على خير والسلامة شكرا